لو حضرتك أو حضرتك بتشتكي من آلام عرق النسا اللي هو شايفينه قدامنا ده الآلم بيبقى في المقعدة بيبقى في الظهر أسفل الظهر في المقعدة في الفخد في عضلة السمانة ثم مشت القدم عبارة عن آلم وخز تنميل حرقان لسع كهرباء بنقول إن ده آلام عرق النسا بس يطرى آلام عرق النسا ده ده الحقيقي ولا آلام عرق النسا الكاذب فخلونا نعرف ما هو عرق النسا الحقيقي وعرق النسا الكاذب الأستاذ الدكتور محمد حمد أستاذ واستشاري التخدير وعلاج الألم بجامعة الأزهر مرحبا بحضرتك مع رضي دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور محمد نرحب بحضرتك ونرحب بسادة المشاهدين الكلام في حلقة جديدة من برنامج رأيت الله أهلا بحضرتكم ويسعدنا تواصلكم على جميع مواقعنا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي انت خضيتني يا دكتور ولا خضة هي الحقيقة خضة لناس كثيرة ما تسمعش فعلا عن العنوان اللي أنا قلت هو أولا اسمه عرق النسا ولا النسا هو عرق النسا مالوش علاقة بالنسا لأنه هو موجود عند الرجالة فعلا عند الرجالة برضو مش نسا يعني لا لا مش نسا النسا بفتح النور بفتح النور أنا كلغة ممكن أقول لك النسا لأنه ينسي الإنسان حاجات كثيرة في الحياة عشان الألم ألمه صعب يا دكتور جدا جدا هو ليس ألم بالمعنى العادي اللي هو الألم العادي ده احنا بنقول فيه وخز ولا ساعة كهربة وتنميل وحرقان يعني ممكن لإنسان يمنع الإنسان النوم يعني خبرة بيض نعم طبع وليه عرق العرق يعني احنا دائما بنقول العصب بالبلد يعني اسمه المفروض العصب الوركي فعرق على سنه هو حاجة طولية يعني ده باللغة الدارجة يعني ولكنه في الأساس اسمه العصب الوركي يعني من حيث موقعه من حيث موقعه باللغة الإنجليزية بقى اللغة سياتيكا سياتيكا يعني عرق الناسة سياتيكا اه بالمصطلح الطبي يعني ده بدأ منين لحد فين يا دكتور بقى بالضبط كده بالضبط كده بالضبط كده العرق الناسة المفروض ان هو له خمس فروع ده في الرجال والنساء في الرجال والنساء بالضبط كده اطفال شباب كل البناء المين انا استأذنك بس ااخد ده عشان نشاهد نعلم بيه عرق الناسة عبارة عن خمس فروع اهم تلت فروع ليه هم التلتة دول اللي هو اللي طالع ما بين الفقرة الرابعة والخمسة القطنية دي الرابعة وده الخمسة القطنية وده العجز ففيه جزر من جزوره طالع ما بين الفقرة الرابعة والخمسة وفيه جزر تاني طالع ما بين الخمسة القطنية والعجزية الاولى والاخير خالص ده ده الجزر بتاع العجز الاول اللي طالع من اول فقرة عجزية مالوش علاقة بالقاطن يعني بيتجمعوا تلاتة وبعدين يكونوا عصب واحد اللي هو العصب الوركي او عرق الناس يمشي في المقعدة فين بقى بتجمعه في بداية المقعدة كده بالضبط كده اعلى المقعدة اهو زي ما حدرك شايف اعلى المقعدة بيبقوا يعني عصب واحد فبينزل بعد كده من المقعدة على الفخت ثم بعد ذلك على السمانة جزء بيغزي خلف السمانة وجزء بيغزي لا استعال لارست عشان استمتع بالرسم الجميل الله ينور عليك تمام جدا ليه فرعين فرعت بيمشي على الجزء الخارجي ليه الرجل اللي هي تحت الركبة يعني الخارجي قدام يعني مفيش في الداخلي الداخلي هنا مش عرق الناس الداخلي ده عصب اخر الله فعلا تمام ده عصب تاني خالص بيطلع من مستوى اعلى من ده في العمود الفقري من فوق تمام فعشان كده احنا عشان نتأكد مفيش عيان عنده عرق الناس ويقول لي ده الجزء الداخلي من من الفخت او من السماء من الساق في مشكلة يقلم فين يقلم الجزء الخارجي والجزء الخالفي فقط والامامي لكن الخارج الداخلي لأ اللي هو بين الرجلين يعني اللي بين الرجلين بالظبط ده مش تابعة لناس خالص يعني الرجل اليمين يبقى خارج اليمين الرجل الشمال او في الخلف على طول او في الخلف يعتمد على ايه الفروح زي ما حضرك تكرمت اداء فرع بيغز الجزء الخارجي ده الحد في مبلح حد الصابع ده حد صابع القدم للأمان خالص عشان كده كتير جدا من الناس بعضهم يقول أنا عندي ألم بس واصل لحد السمانة من الخلف أو السمانة من الخلف والجانب أو لا ده نازل لحد مفصل الكاحل أو لا ده بيوصل لحد صوابع يا دكتور وبينمل وبيحرق وبعرفش ينام وعندي سخونة في صوابعي وعندي تنميل وهكذا تمام طب ده عرق ينازل لحد الصوابع والتاني والتاني برضو مكمل برضو دول بيتفرع لفرعتين بالزبت والتالتة بقى اللي هي من الثالتة دي بقى راح فين ما هو ماشي معهم ما هو التالتة ببصوا حضرك واحد اتنين ثلاثة اتجمعوا وعملوا واحد تمام خلاص بقى واحد ده شامل الثلاثة يعني الثلاثة داخلين جوار بفرعوا الفرعين بعد كده اتفرعوا اتنين واحد من الخلف واحد على الجزء الخارجي اما لأنا شايف فرعين تاني كده بقى ده برضو فروع من ده يعني الفروع الصغارة دي طالعة من ده من اللي ورا الرئيس ده تابعوا برضو العصب الوركي تابعوا بس دي فروع بقى يعني فرعية اكتر اه ما بتنزلش للأحل بقى يعني اقصد اقول الفرع الرئيسي ده اتقسم اتنين واحد على الجهة الخارجية كامل هو ما طلعش منه حاجة بينه لكن ده بعد ما اتقسم هو هنا في الحيطة دي بدأ يطلع هو فروع كمان تمام لكن في النهاية المريض بيشتكي من ايه بيقول يا والله انا عندي ألام واصل حد سمنة الرجل او اصابع القدم التشخيص الصحيح بقى العرق النساء يبدأ الألم منين لحد فين يبدأ بعض المرضى يقول لي انا عندي ألام اسفل الظهر وبعدين نازل على المقعدة وبعدين الفخد من الخلف ايوا كل الحاجات احنا قلناها ايوا وبعدين السمنة وبعدين الاصابع يعني واحد من عند الظهر كده من الظهر من الخلف بالظبط كده بالظبط يعني مالوش مناطق له مناطق معنا عشان كده هقول ان احنا المناطق دي يعني واحد يبقى عنده ظهره ورجله واحد يبقى عنده رجله بس يعني يقول لي يا دكتور انا عندي الألم ما بيبدأش في ظهري خالص ده بيبدأ من أول المقعدة ثم الفخد ويكمل اه طب نشار هنا من أول فين بقى يعني ممكن من هنا يقول لي انا بدي الألم عندي والتنميل والحرقان من أول الحتة دي لحد الرجل كلها اه لحد تحت ده يبقى يتشخيصه ايه موضع اسمه عرق النساء تمام طب لو كان بدي من الظهر من أسفل الظهر برضو عرق النساء عرق النساء ببس بس هو بقى الفرق اللي هنقوله دلوقتي أيوة الفرق بين عرق النساء هذك قلتيني بقى شدتني بكلمة ضخمة هو في الأول عرق النساء الكازم الكازم نعم ايه بقى الكازم ده هولي القوي أجيت طبعا هي جديدة على مسامع حضرتك وعلى مسامع الشتادة المشاهدين وكتير جدا من نساء لم يسمع عنها يمكن من قبل يعني عرق النساء هو عرض واحد سواء كازم أو صادق هو نفس الأعراض اللي تكلمنا فيها بس مع الفرق اللي حضرتك أشرت إليه عدخل نساء الكازم ما يوجعش الظهر أبدا أساسا ليه؟ لأن من شاءه بيبقى في المنطقة دي أو تحت كل ما هو دون العمود الفقري آه يعني من المقعدة لتحت كازم بالبلد كده الظهر لما يقسه أو يضغط على الجزور يبقى ده عرق نساء صادق اللي هو الحقيقي اللي حمي نتكلم عنه وكلنا عارفينه لما يبتدي حاجة تانية تضغط على عرق الناس في مصاره يبقى ده عرق الناس الكازم مفيش غدريف يعني مفيش مشاكل في الضهر بس نفس الأعراض نفس الأعراض حرقان خضران تنميل أيوة واخذ واخذ نفس الأعراض سخونة أحيانة برودة لأن ده عصب هل بيغير لون الرجل يا دكتور الجلد ولا حاجة؟ في حالات متقدمة جدا يأثر على يغير لون الجلد وفي حالات متقدمة أخرى ممكن يسبب لقدر الله مشكلة في الحركة هو سقوط قدم سقوط قدم بمعنى أن القدم مفروض لما نرفع رجلين عشان نخطي خطوة تبقى رجلي عاملة كده القدم تسقط كده الأدم تقصد آه قدم مقدرش أرفعها الأعلى العيال أنه عنده مشكلة في الحقيقي يعني عزك لا عرفش لبس الحداء مثلا أو الاستيبر يقع من إيده بالزبط يعني هو لبس حاجة في رجله غصب عنه هو ماشي حاجة من اتنين حتى لو ماشي من غير حاجة خالص في الأرض يعني في البيت رجله تخبط منه وممكن يتكعبل يعني أنها ما بيعرفش يرفعها الأعلى الله أكبر صح وكده بصب على العصب الحركي أيوة بيأثر على الحصاب أنا حتى عيادة أبع كده ما شاء الله أنا فهمت من هذاك أنه فيه عصب حسي وحصب حركي بالزبط هو ربنا سبحانه وتعالى جعل عملنا حاجة كويسة أوي في تركيبة العصب ودي برضو قدرة عظيمة الله سبحانه وتعالى أيوة واللي بقى الجزء الخارجي أو الإطار الخارجي ده عبارة عن اعتبر كابل كابل الكهرباء زي الكابل الكهرباء الجزء الخارجي خالص ده عبارة عن الألياف الحسية اللي بتوجع ملاش دعو بالحركة خالص تمام اللي ماشي جوه في القلب أعصاب الحركة الله أكبر ده في العصب ده في العصب شوف ربنا قدرته بقى فين العظيمة بقى لما العصب يضضغط عليه يقوم الأول من اللي يضضغط عليه الحسي فأنا أتنبه أن في مشكلة قبل ما تحصل مشكلة الحركة أحسنت لما الضغط يزيد وأنا مش واخد بالي ومعالجوش يبقى معناها أن الضغط زاد والغطروف انزلق أكتر أو انضغط عليه أكتر يبتد الحركة تتأثر الله أكبر يبقى ده برضو حاجة جميلة جدا إن ربنا عملهنا إن إحنا برضو كمان ده كانه جرس إنزار يعني ألم يبقى في مشكلة إنت خدت بالك هتلحق قبل ما المشكلة توصل للجزء الحركي ما خدتش بالك يبقى الأمور بقى هتتطور لحد ما نوصل لإن إحنا يبقى عندنا مشكلة في الحركة طيب خلنا نقف محطك على أسباب العصب الوركي أو أسباب عرق الناس سواء كاذب أو حقيقي إيه هم موضع الحقيقي بيبقى منشأه زي ما قلنا مشكلة في العمود الفقري أسفل الظاهر يعني إحنا قلنا جذوره بتبدأ من أول الفقرة الرابعة أي مشكلة بقى تبدأ من الفقرة الرابعة وإحنا نازلين تعمل له مشكلة أنا شايف في حاجة مع هذا ممكن برضو نشوفها هنا حضرك على المنكم دا كويس دا آخر العمود الفقر دا يا دكتور دا آخر العمود الفقري إلي الفقرات القطنية إحنا جايبينها منفصلة هي والعجز أيها أحسن نعد كده طيب دا الخامس تمام طبعا الكاميرا معنا عشان برضو نبقى دا الخامس نعم الرابع التالت التاني الأول كل دون اسمهم الفقرات القطنية تمام هم خمس فقرات خمس فقرات تمام وده العجز آه وده العصص احنا عارفين اللي احنا قلنا عليه احنا الإنسان كله يبلى ما عدا هذا الجزء عجب والذنب آه نعم بالضبط دا من رسول على ساته السلام عليه السلام يبقى طيب أنا عندي فين جزور أعصاب عرق الناس عدي كده حضرك معي دا الفقرة الرابعة والخمسة مضبوط تمام يبقى دا كده اهو دا الجزر الرابع اه او الاول لعرق الناس اهو نعم على اليمين واخر على اليسار اهو آه يعني كل فقرة كل فقرة وفقرة بينهم وضروف وبعدين خارج ورا براحته وما بيتحرك اهو معي تماما وما فيش اي حاجة ضغط عليه جزر العصب عرق الناس الجزر الاول نعم الجزر التاني التالت الرابع الخامس الخمسة دول بتوع عرق الناس العصب الدرج خمس جزور خمس جزور بيتجمعوا في عرق واحد بقى اللي بينزولوا في الفخد من الفخد الدرج بالضبط كده بس مين اهم مين اهم تلاتة هم اللي بيكونوا العصب اللي احنا شفناها على الشاشة اه بتاع الرابع والخامس الرابع والخامس الخامس والعجز الاول والعجز الاول هم دولة اللي بعملوا مشاكل هم هم دول التلاتة الفروع اللي احنا شفناهم على الاتنين التانيين ما بيعملوش مشاكل لا ما بيعملوش ما بيخشوش معانا في الموضوع تمام طيب الحقيقي بقى يجي منين أي ضغط على هذا الجزر أو هذا الجزر على اليمين أو على اليسار إذا كان على اليمين هيديني عرق الناس على اليمين تمام اللي هو اللي احنا قلناه حضرتك الوغز والحرقان والتنميل والنسع والقلق ملك تمام إذا كان الضغط على أي جزر من جزور على يسار هيديني على اليسار خلينا استوضع نقطة من هذا ده بيحضل مع الانزلاق الغضروفي بقى نعم الغالب هو الانزلاق الغضروفي ولكن ما بالك أنه ممكن فقرة كاملة تتزحزح تسيب الرصة اللي ربنا خليقها دي وترجع الورق قبل الانزلاق لا يعني أصدقل انزلاق اسمه انزلاق فقاري بقى فقاري ده تزحزح فقاري ده اه تزحزح فقاري ده بيجي بعد الانزلاق ولا مش مرتبط بيه مش مرتبط بيه بس في الغالب لما بيحصل انزلاق فقاري في الغالب بيحصل مع انزلاق غضروفي لأنه العظمة أو الفقرة بتاخد الغضروف معها كمان وهي خارجة يبقى فقاري وغضروفي بالزبط كده كده ممكن نستوضح نقطة للمشاهدين الكرام إذن مش كل اللي عنده نزلاء غضروفي التشخيص واحد واحد يحس بالنحية اليمين أو واحد يحس بالنحية الشمال صحيح تمام ده يبينها عموما اللي يبينها طبعا أشعة الرنين المغناطيسي أو فحص الرنين المغناطيسي على الفقرات القطنية على الفقرات القطنية والعجازية هو بيسمع بقى الجنبين يمين وشماله والنصر طلاعه بيسمع يمين وشماله وإحنا نقدر نقول والله لا الضغط على جزر العصر الأيمن أو الأيصر أو في المنتصف المنتصف ده إنه يطلع على الجزء الأصفر اللي داخل القناة هو أصفر في واحد داخل القناة العصبية نفسه ده ده كبير ده يضغط بقى على الجزء الاتنين فبالتالي المريض يبقى عنده شكوى في الرجلين الاتنين أو الفقرة كلها اتزحزحت للخلف فضغطت على الجزء الاتنين يمين ويسار فعشان كده لما مريض يشتكيلي يقول لي أنا عندي تنميل وحلقان ولسع وكهرباء وتنميل في الرجلية بحرف إنه عنده عارق الناس لما يكون في الاتنين في الرجلين بنقول والله ده حصل ضغط على جزرين العصب يمين ويسار لأنه كده مش يمين بس منفحش اليسار أحسن ده ناس الحقيق الحقيق نعم يبقى السبب الرئيسي له مشكلة في الظهر في الظهر الظريف أو فقرات تمام كده وتشخصها المظبوط أشخص بالفحص الإكلينيكي ثم الرنين الرنين طبعا يبين لي أعلى طول لكن هل في نصيق يعني لي أو للمشاهدين كان متعلم من حضرتك وعد في البيت تيقدر لو مثلا يعني يحرك الرجل يعرف إن فيها حاجة حرك اللي يدارة في إن فيها حاجة ده نحن بقول المريض اللي يقدر يمشي على أطراف صوابعه وعلى كعب رجليه يمشي تحرك يبقى الأمور بالنسبة له طيبة كويسة يعني مش خطيرة ما فيهش مشكلة يعني يمشي على كعب رجليه خطوطين كده ولا مسافة كبيرة يعني بس مسافة مثلا متر أو مترين يعني آه يا كم خطوة كده بالزبط كم خطوة نقدر نقول لا والله ده هو يعني عنده تحكم كويسة الدنيا كويسة بالنسبة له مشكلة الألم بقى يبقى إحنا دلوقتي في مشكلة عصب حسي يعني علاجه سهل بعلاج الألم نقدر نحن ده لا أنا عايز أوصل لحضرك فيه يبقى كده العصب الحركي تمام مشكلتك حسي نروح لعلاج الألم زي حضرتك تخاص حضرك بقى كده يعالج الألم طيب فيه حاجة تانية نقدر نعملها لو إحنا بقى شكين أيوة فيه اللي هو حاجة اسمهاها تخطيط العصب أو رسم العصب بفحص معين ده أجهزة برضو أجهزة أحدث رسم عصب يقول لي والله العصب ده كمان شو بقى قدرة هذا التقنية أو الفحص إن يقول لي ده المشكلة موجودة في الجزور أو يعني مضغوط عليها في الأطراف والعصب هل هو بس ملتهب ولا حصل عنه تآكل حصل فيه تآكل هو العصب يتآكل مش إحنا قلنا زي كابل الكهربا عليه جزء عازل اللي هو زي السلك بتاع الكهربا عليه جزء عازل لي لما بتتأشر الطبقة الخارجية بتاعته دي شفت خالبا سلك الكهربا أنت أقشرت حتك من عليه يكهرب بقى ويعمل هذا موضوع خطير يعني إذا الإنسان شعر بقلم ويطنش وياخد مسكنات ومهدئات والحاجات ده خطأ يعني خطأ جدا لأنه بلا شك أنه هو أنت إحنا بقولون دايما الحاجات البسيطة إذا جربتها والحمد لله رياحيتك خلاص يبقى أنت عندك كان مشكلة عابرة وما فيش مشاكل لكن الموضوع طول وبعدين حسيت أن لا الأمور ما تتحسنش مع المسكنات يبقى لازم يبقى فيه فحص طبي وكمان تعمل بقى الفحصات يعني الفحص إكلينيكي يعني ثم الفحصات الطبية عشان نقول المشكلة دي هي ليه باقية ليه قاعدة آه تمام طيب هنا بقى نعود لحضاك هنا على اللوحة اللي حضاك جايبها دي الصورة دي جميلة قوي المقطع المقطعين اللي علمينه الشمال دول بقى اللي هم دول حلو قوي بص حضرتك ده ده الغضروف ده تمام اللي شبه دايره وده الإطار الخارجي للغضروف تمام وده نواية الغضروف النواية لو حضرتك ملاحظ مش فيه جزء من النواية ما بقاش موجود اتشفط لبره أو خرج لبره يعني الجزء ده بقى فاضي دي الفققيق دي اللي بتاعتي النواية السائل الجيلاتين اللي جوا أو السائل الجلامي ليه بقى لانه جزء منها بدأ يحصل له انزلاق بدأ ينبعج هنا لكن ده سليم على عصب يما واحده بس طرف واحد وده هي العصب اللي احنا بنوه عليه جزري من جزور عرق الناس اهو وده اليما التانية ده إذا كان يمين يبدأ يساره تمام تمام كده فيبقى الجزء ده هو بيورينا لما بيحصل انزلاق غضروفي ايه اللي بيحصل ان جزء من الاطار الخارجي بيضعف فبيروح يحصل له انبعاج اهو او انزلاق وبعدين تبتدي النواية جزء من النواية كمان يروح وراه تمام فيحصل نتوء داخل القناة العصبية اللي هو زي ده كده اهو ايوه نتوء اهو ده سليم مفيش فيه نتوء ده مفيش فيه نتوء ده مفيش فيه نتوء وبالتالي كده يبقى احنا عندنا نزلاق فعلا في الفقرة دي طب هنا بقى العلاج طرق العلاجش ده التشخيص المزبوط صحيح يبقى كده عرق ناسا حقيقي حقيقي نعم علاجه ايه بقى ده علاجه لو احنا قلنا في الاول العلاج دايما اي حاجة في الاول بيقوله قايا الاول الاول من البداية يعني احنا نقل نفسنا من حدوث هذه المشكلة اه تمام احسن ان انا اجلس بطريقة صح ظهري معتادل كده بالزبط كده ويفضل لو فيه يعني مخادة صغيرة تحط فيه الجزء الكيرفي ده ايوه الكيرفي ده هو ربنا خليق لنا بص حضراتك حتى ده مش فيه كيرفي هو اه صح عامل كده اه احسنت الكيرفي ده لما يروح يبقى انت عندك مشكلة في ظهر فعلا اه عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عاملنا الكيرفي ده وزيه في الفقارات العنقية اول علامة من علامات مشاكل في العمودة في العنق او في الظهر ضياع هذا الكير حتى بنعرفها مسرورة الآشعة اول وداقbirth التقالص في عدلات الرقبة اول ضا расс اه العدلات التقالص وتشد الفقارات ده تشد الفقارات تخليها تفرد هي العدلات جمده او كده ارحب اعربي اقوى في جسم الانسان تشد العظم تشد العظم طب وتشيل الرقبة مع العمود الفقري ماش العمود الفقري هو اللي شاهل الرأس ليه ده العمودات كمان يا ركبة في عدلات اعم تبع غدا عدلات في كل مكان في جسمنا سبحان الله حتى الجمجمة هين عندنا عدلات بتاعت اللي هي الإكسبريشن اللي هو واحد بالتعبير يكرمش كده يبقى دي عدلات صغيرة بس صغيرة اللي تخليك تبتسم تخليك تبقى زعلان ومدورينا عدرة التكشير كده عدلات اه كده وعدرة الضحكة بقى يعني وكده هنا الخبوط دي كل دي عدلات عشان كده زميلنا بتوع التجميل لما يكون حد عنده التعرجات هنا وتعرجات هنا وهنا هو ليه دي دي الخطوط اللي موجودة اللي باينة في الجبهة دي عشان هيا دايما معلمة الشيخوخة بقى لا احنا مقطبين الجبين ايوه فالعضلات دي بتبقى أوفر اكتف يعني نشيطة قوي بنتم شغالها على طول الله واقع انا مش عايز حد مشايدين يكشر تاني خلينا دايما مبتسمين لما نبتسم بالضيع بجد فعشان كده العضلة دي لما حد دايما مكشر وزعلان وكمان عينية حوالي خطوط كده دي معناها ان العضلات دي شغالة بشكل كتير فمحتاجة انها زي ما قلنا الناس عشان كده بتبقى التجبيل بقى لأ منظر بيبقى مش حالو فبدأوا يحقينوا بوتوكس في العضلات الصغيرة دي بجرعات معينة عشان تفل تلاقي كده الدينة دي بتلمع وجابها مشدودة على الاخر نعود بالرقبة والفقرات القطنية هل كده يخضع لعلاج طبيعي متلا عشان يرجع الكيرفي تاني نعم ده اول حاجة واول خطوة سليمة المفروض احنا من قبل حتى العلاج الطبيعي بالطبيعي العلاج الطبيعي اصلا من قبل بروحل دكتور العلاج طبيعي انا في الاساس لازم لي عضلات وتمرين معينة بسيطة اقدر اعدل بيها يعني سلوك الخطأ اللي احيانا بلجأ اليه ان انا قاعد فترة طويلة قاعد على الكمبيوتر بقرأ مثلا في مصحف او في كتاب او حاجة فموطي بشكل دايما مستمر في عملي دايما ببقى منحني فانا تلقائي لازم بعلية بعض التامرنات لتحسين وتقوية تقوية فضل اذا مشاكل الرقبة بتحصل نتيجة الاعادة فترة طويلة على الكمبيوتر على الموبايل على المزاكرة تثبيت الرقبة في وضع ثابت لفترة طويلة اكتر سبب يعمل مشاكل هي العضلات ربنا خلقها ليه عشان تتحرك ايوان طب انت ثبتها اه فترة طويلة كده وعمال ساعة ديك او على الموبايل كده العضلات عشان تخليك رقبة معلش رقبة رأس لحجمها تقيل فانت لما تعمل كده تخيل من اللي يشايلها ده العمود الفقر نفسه كمان يتحنى اللي شايلها العضلات شدها الورق او الله اكبر فانت طول ما انت منحاني كده عامل جهد عنيف على عضلات رقبتك فعشان كده هي اول خط بيحصل له مشكلة انه تتقلص دي اول مشاكل اللي عمود الفقر هي سواء في الرقبة او في الضهر او في الضهر فاحنا بقول للشخص انت عندك شغل معين وانت لازم باستمرار تعمل تقوية تامرينات بسيطة لتقوية عضلات الرقبة وتقوية عضلات الضهر مش هيحصل لك مشكلة طالما انت متابع على طول باستمرار اولا باول تمام نعود بقى العرق الناس عشفرك على هذه النصيحة الجميلة كده خرج وضغط على العصب زي ما شفنا كده وهنا طبعا برنا مقطع تشريحي كده بالقطاع يعني عشان يقدر نشوفه وهو طالب هنا علاجه هل جراحة واللي علاج قلم يشيله الحطة اللي زي ده من الغضروف دي وخلاص بالضبط احنا قلنا حضرك فيه حاجة نقطة مهمة قوي يعني مش كل الحالات ابدا بتحتاج جراحة اساسا خالص الله يبشرك بالخير لان احنا قلنا الموضوع بسيط قوي قالت في الاول لما انا بكلم انا وحضرتك كده واحد عنده شوية جهاد لعضلات الضهر مثلا يبقى علاجها زي ما قلنا تمارين علاج طبيعي شوية ادوية بسيط وطبعا حاجات كمادات سخنة وخلاب طيب حصل عنده فعلا من زناب مضروفي بسيط طب اعمل جراحة ليه ده الموضوع كله احنا قلنا اثر على مين اثر على العصب الحسي مش كده لسه لمس يدوبك العصب طب انا اروح افتح ظهره واشيل ليه الجزء اللي موجود وعم اتسبب له في تلايفات والاتساخات وخلاب لا يبقى في الاول احنا بنعالجه علاج الام عن طريق الحقن او الحقن والتردد الحراري ده كلامنا طبعا التداخلي اللي هو من غير جراحة طب لما يبقى بقى قوي والعيام بدأ يحصل له تأثر في الحركة والحقن والتردد الحراري دي مش عملية مش عملية ابر ابر بسيطة جدا حقن فعلا يعني حقن نعم تبدو قتة دي غالبا هي كوقت بتاخد حوالي من نص ساعة على حسب عدد الجزور العصب نص ساعة تقريبا والمريض بيغادر المستشفى بعد نص ساعة او ساعة يعني ما بيقعدش اصلا ويمارس حياته يمارس حياته بعد يومين ثلاثة بالكتير هو ممكن يمارس حياته من نفس اليوم يعني يخش الحمام ويقام كل حاجة بس نقول له يرجع شغله امتى بعد يومين مثلا ولا حاجة خد راحة بس كذا 48 ساعة ودول بيستمر وقت طويل ولا على طول يستمر وقت طويل طالما ان العيان عمل ايه التزم بقى اه بالسلوك القويم يلتزم بقى صح اه خلاص يتجنب الاسباب اللي قدت الي هذه المشكلة الله يفتح على حضرتك هو كده بالضبط كده هو في امان ومش يحصل مشاكل في العصب بعد يومين بصر انت كنت في الاساس سليم تماما وحصل لك انزلاق نتيجة العمال خطيئ انت عملتها طيب فما بالك لما نعمل بقى نسكتلك الالم ونساعدك انك بيت كويس ونعمله رستارت للعصب انت بقى حافظ ما تخليهوش تاني يحصل له مشكلة فقط هو ده العلاج تمام طيب ده ده خطوة اولى نعم في بديل تاني البديل بقى ان لو الغدروف له شروط حلوة قوي لو الغدروف لسه مازال حي يعني فيه مائي لسه لين يعني هو بينشف طبعا بيجف لان زي اي حاجة في الجزء مع الوقت طبعا بيحصل له جفاف ولونه يصمر ويحصل فيه حاجة اسمها تآكل هو الغدروف هو كمان مايبقاش الجزء اللين اللي جوا ده بقى يبقى صل ده من مجرد من يطلع ممكن ينشف يعني من مجرد من يطلع ممكن ينشف لوحده يعني ممكن ينشف اصلا مع اولا ممكن العمر ينشف هو زي ما هو كده هو مكانه يعني حتى ينشف من غير ما ينزلق فعلا ايوه لانه نقص ميا زي جفاف في الجلد زي جفاف في الشعر زي جفاف في البشرة اي حاجة مرتبط بالسن مرتبط بالسن مرتبط بان اللي سه ما بشربش ميا كتير ما بياخدش فيتامينات واملاح معدنية كتير يعني التروية بتاعته بتاعته ضعيفة زي اي حتة في الجسم خلية سبحان الله بتتغزى على حكتين وتعيش بيهم الجلوكوز اللي هو الغذاء بالنسبة للخلايا كلها اللي بتستخلصه من الاكل بتستخلصه من الاكل اللي يفتح عليك والحاجة التانية الاكسوجين سبحان الله مش احنا كل خلية في جسمنا بيروح لها ده ما اكسوجين الاكسوجين اتقطع ماتت الخلية احسنت والمخ لو اكتر لو ثلاث دقايق يموت المخ ياه ها ثلاث دقايق لو ما تلحقش في خلال الفترة الثلاث دقايق دي يموت القلب لا القلب يطول شوية يقعد فترة اه طبعا هو اكتر حاجة بتأثر المخ عشان كده ممكن واحد اللي قدر رايح يحصل له مشكلة يعني لقدر الله يعني ويعمل له يعني انعاش انعاش قلبي يعني يعمل له صدمة كده صدمة وانعاشه لو الموضوع طول وما خدش اكسوجين خلال الفترة دي واصلتش للمخ القلب ممكن يرجع والانسان دربات قلبه شغالة وكل حاجة بس مخه مات خلاص حتى لو فاء هم يرجعش تاني خلاص هو العصب لما بيتأثر ما بيرجعش تاني لطبيعته هو فيه اعصاب بصراحة لا الاعصاب لا الاعصاب ربنا سبحانه تعالى بتتجدد بس ببطء شديد جدا 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 تتجدد نعم بطء شديد جدا ودي مشكلة احيان بنواجهها لما هنتكلم ان شاء الله على حلقة بتاعة آلام الركبة لما بنعمل تردد حلقة عن ركبة بنقول للمريض ان انت ممكن قوي ترجع تحس بالقلم تاني بعد السنة او سنتين من الترددد الحراري لانه ربنا جدد لك العصاب اللي موجودة ده حاجة كويسة مش حاجة وحشة طبعا طبعا الان بس لحضرك ليه هنا بقى الغضروف طلع ضغط على العصب عمل مشكلة في عرق الناس نعم ما يسمى طبيا بعرق الناس نعم او العصب الوركي لو هدك شلت الالم الناتج ده العصب بيرجع طبيعي تاني زي ما هو العصب ولا بيفضل حاسس بال في كثير من الابحاث الحديثة قالت ان الشخص برضو نفس المعلومة اذا الشخص التزم وحافظ على نفسه بعد عملية التردد الحراري او بعد حتى من غير ما يعمل تردد حراري خالص ولا حقن ولا اي حاجة التزم بمع تعليمات معينة ينفذها من عند الله الغضروف بينكامش مرة اخرى والجزء المتوق اللي احنا شايفينه ده ايه لا تاني الحكاية ده ده جميل او كده يبقى احنا بنبشر كل السادة المشاهدين المصابين بأيام الغضروف الله يكرم كل المرضى اللي عندهم انزلاخ غضروفي وحصل له قلم وبعد كده الطبيب نصحه بنصائح وحنا قولنا بعضها ان احنا نقف بشكل معين ونقعد بشكل معين ومنشيلش حاجة قيلة ومنزوقش حاجة قيلة التزم ونخفف الوزن الله يفتع عليك دياميل جدا كل الحاجة دي لو المريض التزم بيها من عند الله وعلميا سبت هذا علميا انه الغضروف بينكامش قليلا بحيث انه يبعد عن جزر العصب اللي كان ضغط عليه والمريض يعيش حياته طبيعي تماما وكتير من المشاهدين اللي بيسمعوني الان انا متأكد ان حصل معهم هذا الكلام ده بياخد وقت معين الدكتور ولا كل واحد على حسب بقى اه على حسب مدى التزامه هيخس في الوزن قد ايه فترة قد ايه ممكن يعمل على تقويت عضلات الظهر برضو عشان تشيل معها يعني لا مش يشتشيل كل ما تقوي عضلات الظهر من وراء الغضروف متخلوش يرجع وبيرجع على وراء مش ده وراء فعلا وده قدام انت كده تطبيا خلاص يا دكتور محمد مش هنقبر نفسك مش هنقبر نفسك لا نتراميز يا دكتور متعلم الله يبارك فيك اه الغضروف بيطلع بيرجع من قدام على وراء تمام فلما نقوي اللي وراء اللي هي العضلات الخلفية ايوه مش هتسمع انهم ما يطلعش الوراء صح تبضل سنداكة زي الكرسي كده وهو ده اسباب كتيرة ليه ان احنا بنشوف شباب صغير او 18 و 20 سنة دلوقتي عندهم انزلات الغضروف ما بيلعبش تخلاص بقت الفيديو جيمز والكمبيوتر والموبايل 18 ع 20 سنة دعيال بس لمجرد ان هو عضلاته ضعيفة واربط الظهر ضعيفة شال بس حاجة الى او زق حاجة الى مع والده اللي بتاع بيساعده حصل انزلات الغضروف يبقى النصائح من استاذنا الدكتور محمد حمادر كل الناس السلام والمصابين يتاعملوا على تقوية عضلات الظهر وخفل لازم لازم بقى الله يفتع عليك هم دول اهم حاجتين اهم حاجتين اهم حاجتين هو العضلات الخطاءة بيش شيل والزق والحاجات يعني ان انا زقش حاجة تقيلة ما شيلش حاجة تقيلة دايما كنا بنقول لو الشخص الحمد لله يعني ركب كويسة ينزل على ركبه ويشيل الحاجة ويطلع بيه لكن ما ينفعش ينحني ويشيل طب ايه الفرق بقى بين العصب الوركي الكاذب والعصب الوركي الحقيقي وسوء التشخص في كل منهما ده بقى اهم سؤال حضرك سألته الله يفتع عليك ليه بقى كثير من المرضى بيلتبس عليهم الامر هو عنده اعراض عرق الناس اللي قلنا عليها او العصب الوركي عنده تنميل وحرقان ولسع وكهرباء يعمل اشعة وطرانين ما يلاقيش فيه غادري الفضاء وما يلاقيش زحزحة في الفقرات ولا نزلق فقاري ولا اي حاجة الدكتور قلت ما عندكش خلاص ما عندكش غدروف طب يا دكتور بس انا عندي اعراض المشكلة فين بقى احنا قلنا عرق الناس الكاذب اه اي اصابة للعصب الازرق ده فيما هو فيما دون العمود الفقر يعني حاجة ضغط عليه في المقعدة حاجة انا بقول حاجة عشان هنقول بقى او ضغط عليه في الفاخد في منطقة الفاخد او نضغط عليه في تحت الركبة تمام خدت بالحضرناك طيب هو الخدت الدفاع حاجات اصلا ضغط ايه بقى اللي يضغط ايوة في حاجات الظبت كان ايه اللي يضغط ايه اللي يضغط بقى احنا ممكن نشوف الصورة بقى اللي جاية عشان نشوف يعني نشوف الصورة اللي بعد دي تمام ايوة بص حضرناك ده عرق الناسة هو اللي هو الاصفر ده هو بس معدرة ممكن عددك تتفضلكم بالصورة عشان تمام نبقى اوضع اوضع تمام لا 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 اقفرك احنا ربنا خليك بس سعادتنا بقصو معامد حمالك كريم ربنا يخليك يا ابن محمد ربنا يخليك احنا يهمنا السادة المشاهدين طبعا يبقى برضو يعني واصلهم المعلومة سهلة شوف حضرتك ان فيه عند عرق الناسة الاصفر اوه اللي هو الكابل الكبير ده تمام زي ما احنا قلنا ايه الصورة دي الاولي اللي فوق ده عشان نبقى مع حضرك ده اوه عشان ناخد بالنا ده جزء من العمود الفقري اسفل العمود الفقري النص يعني احنا عطعينه الباقي هنا وده الحوض جزء من الحوض بالضبط كده لا يمين لو انا قفت كده يبقى يمين اليمين الخلف لانه ده من الضهر تمام يبقى ده الجزء الايسر الله يكرمك معلش انت انت صح كده ده الجزء الايسر ده العضلة اسمها العضلة القمترية شوف حضرتك اللي هي العرضة دي هي فى الفخت اه فى فى عضلات نعم العضلة الاليا لناخد فى الحقن فى الحقن لا لا في المقعدة لا ماينفعش فعلا ماينفعش ده احنا كمان فيه فيه طريقة الاخذ الحقن خوفا على اصابة هذا الرجل الطيب ده المهم ده كلم بجده أمال ايه يا سعادة النشط؟ لا بالراحة بجده بص حضرتك دي دي الإليا بص دي الإليا كويس؟ العليا كلها يعني اه تمام عشان قدي حقنة قديها فين؟ بروح قسم الإليا بص حضرتك خط طولي كده وخط بالعرض كده لازم احقن في الربع العلوي الخارجي ده معلومة تالي الناس اللي تبدي حقن في البيت يا جماعة عشان ده كيف نأخذ حقنة العضل في البيت؟ نعم كلام جميل قوي مش اي واحد يقول ده عضلة يا جماعة انا هدي حقنة والدنيا امان لا خالص ده ممكن قوي وشفت حالات كتير مش قليلة حصل عندها إصابة للعصب الوركي بسبب حقنة خاصة في الأطفال الصغرين لأن الطفل ما عندهش عضلة ويروح جايب سنة إبرة طويل يروح داخل في منطقة خطأ على طول يصيب العصب ده الله أكبر يعني المقصود عضل في عضلة في الفخد عضلة دي الإليا أكبر عضلة موجودة هي اللي بتدي لها الشكل ده الكيرفي فالعضلة دي بنقسم حضرتك طولي كده يعني دي نص الإيه أو الفخد أو المقصد الإليا اليسرى زي محرك تفضل خناخد خطة بالطول كده خط وهمي طبعا مش هنرسم بالقلب كده وخط بالعرض كده كويس تمام بقى عندي هنا نص ربع وربع 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 أنا بدي في الربع هنا ده هنا كده شوف أنا بعيد في خالص عن العرق عرق هنا فيه أعصاب تانية طلع منه ما يجيش هنا خالص يمت الداخل خالص يمت لا أنا أدي الربع العلوي الخارجي أحسن عشان كده سموها عضل بديجي في العضلة في العضلة الدواء بيتحط في العضلة والعضلة عشان فيها أوعية ده موية كتير فبتمتص الدواء وتوزعها الجسم طب سؤال بقى من عند طب تانية هل ينفع أن أخذها في الكتف وخلاص؟ بصراحة أنت بتسأل أسئلة النهاردة يا دكتور أحمد ممتاز رائعة بنتعلم منكم يا دكتور فعلا قديما قديما كانت ناس كتيرة جدا خاصة السيدات كانوا بيحرجوا أن هما طبعا ياخدوا حقنة العضل فكان بياخدها في العضلة الثلاثية اسمها العضلة الثلاثية الثلاثية الرأس اللي يفهموا الكلام ده الناس بتاع الرياضة تعال بقى البقى البلدين العضلة الثلاثية هنا كنا نمسك يتمسك تمسك كده وبعدان يخش بالإم رايحة كده مين اللي موجود ورا هنا عصب مهم جدا 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 اللي بيغزي كل المنطقة دي من الخلف الضرع من الخلف فكان كتير من الناس بيحصلهم إصابة العضل العصر مشكلة اتمنعت الآن معتش حد بيديها خالص في العضل ولا حتى دكتور ولا حتى عارف لما نتزنق ندي فين في الفخت هنا عضلة برضو كبيرة اللي يعني العضلة الربعيات الرأس دي التلاثية بس دي ما فياش عقم ما فيش حاجة تحتها هنا تخوف في النص هنا عضلات إذا المعلومة من حدك الدكتور محمد حمد يمي ياخدوها في العضلة الخلفية الخفية أو الإليا أو العضلة التلورك نعم هنا لكن هنا مرضى السكر بيدو كده بس هو الفرق من مرضى السكر لأن مرضى السكر إبريته صغيرة قوي يعني إبريته الإنسولين رفيع إنما لو أنا هدي حقنة طويلة شوية عشان أخش جوه العضل فلازم أخش جوه العضلة نفسها بإبرة طويلة وما تقزيش هنا وما تقزيش في الإليا على النظام اللي احنا قلناه وعموان ساعاتك تنصع ما فيش حد ياخد حقنة في البيت كتير يعني يعني لازم مختص أفضل وفي مكان يعني مجهز عشان ما تبقاش تبقى فيها مشكلة لإن فيه ناس كتير زي ما قلت حالك خاصة خاصة ما هو براس رو هنقول من أسباب عرق الناس الكاذب لما الإبرة تبقى طويلة شوية وعدت عضلة الإليا العلوية الإليا السطحية اللي بعدها هو العضلة دي شايف حضرتك العاملة زي الإيه هنشوفها دلوقتي عاملة زي من الكومترية فعلا بقى السوار هنشوفها في صورة تانية العضلة دي ربطة بين عضمة الفخد الطويلة دي وبين العجز من الخلف تمام عشان لما أجلف رجلي للخارج كده أو للداخل يعني للفها كده أو كده فمتثبتها العضلة دي بقى لو أنا حق أنت دوا مهيج مهيج يعارف زي مين عارف يتبين به العادي اللي كل الناس بتاخده في البيت ده لو دخل داخل العضلة بعض الناس بيقى عندها حساسية له فيعمل التهبات فالعضلة تدخل تضغط على العرق الناس تعمل العضلة الكومترية ومشكلة عرق الناس أحسنت أحسنت يعني ما حدش ياخد حاجة من عنده يعني يفضل طبعا يفضل طبعا تحت إشرف طبي عشان ما يبقاش في المشكلة لكن الناس تعودت طبعا حاجة بسيطة بس طبعا زي ما قلنا هو في خطورة لكن لو حد بقى متمرس هيبقى عارف الجزء التشريح اللي أنا قلته ده طيب طبعا هنا بقى تلعى العصب دي العضلة الكومترية إيه بقى المشكلة اللي بتسببها العرق الناس لو العضلة دي هي طبيعتها إن ربنا جايلها صفت لينة عشان تبقى حنيينة غطى حنيين على عرق الناس طري لين أول ما يحصل فيها تضخم تدخن وحد وقع على المقعدة مثلا ثورمت أو حصل فيها تليف أو تضخمت أو تهيج شبما بتوع البطا بيلدينج عمتهم عضلة دي جامدة مهي متضخمة خالص هي بتوع البطا بيلدينج مش بيكبر مش بيكبروا العضلة الداخلية دي هو بيركز على الحاجات التانية غير المقعدة فعلا أو بالعكس دي العادة تلاقيهم جسمهم كبير من فوقه والمقعدة بقت حاجة صغيرة تكبرش يعني بقمش تمرين للجزء اللي تحت دا لأن العضلة دي زي ما قلت رحدك لو تضخمت بس مش هقول سانتي يعني مليمترات تضغط على العرق الناس الأصفر اللي ماشيت تحتها دا الله أكبر تدي نفس أعراض آلام عرق الناس ويبقى المريض عمال يقول أنا عندي ألم عرق الناسة يا دكتور بس أنت معندكش غضريف وده سبب ده الكاذب بقى الكاذب مفيش غضريف ومع ذلك هي دي تسببت في هذا الكلام ممكن نشوف حضرتك الفيديو اللي بعد كده تمام نشوف الفيديو اهو دي العضلة الكوميترية اهي يمكن هنا تخينة من هنا ورفيعة من هنا وعرق الناسة ماشي اهو لحد تحت وشايفين ألامه زي ما قلنا بتبدأ من أول الفخت لحد تحت تمام ممكن نشوف اللي بعد كده طيب هي العضلة الكوميترية بس اللي ممكن تأصل على عرق الناسة لا ده أنا عندي بقى مجموعة العضلات بتاعت الفخت عرق الناسة ما زال ماشي هنا هو أي عضلة من دي يحصل فيها تضخم دي العضلات الخلفية للفخت من هنا حصل فيها تضخم تليف هتعمل ايه هتضغط أو هتخنق عرق الناسة فتعمل لي برضو نفس أعراض آلام عرق الناسة يبقى المريض ما عندوش غضريف أو انزله غضروفي أو فقاري أو خلافه في ظهره وما عندوش مشكلة في العضلة الكوميترية بس عندو مشكلة في الفخت طب دي تقلم المقعدة لا القلم يبتدي من نص الفخد الحد تحت يعني دايما القلم يبدأ من عند المشكلة الحد تحت ما يطلعش فوق بالظبط كده يعني الحتة اللي فوق بتاع العصر بتتأثرش لا اللي بتأثر كل ما هو دون المنطقة اللي حصل على ضغط طب هنا المالد يروح فين للدكتور عضلات يروح لي فين بتاع العضلات هو هيروح برضو لدكتور ألام أو دكتور مخ وعصاب يروح لي مين يعني ما نقول لحضرك هو هيبقى عندو ايه الأعراض ألام يعني النساء اللي هيشوفه دكتور مخ وعصاب أو دكتور علاج ألام أو عظام فهيفحصه زي ما قلنا بالطريقة العادية إكلينيكي وبعدين هيفحصه بعد كده بالإيه هيعمله فحص بقى شوية ترانين هيلاقي ان الفقرات سليمة ما فيش عندو نزلق غضروفي بس عندو الأعراض يبقى معناه أن في مشكلة طب أدور بقى كطبيب أدور على المشكلة فين ما هو لو راح لعظام هيقول له ما عندكش نزلق مع السلام أنت كويس يعني عشان كده احنا بنقول الكلام ده للأستاذ المشاهدين عشان يعرفوا حتى يعني توعية يروح دكتور علاج ألم بقى يروح دكتور علاج ألم وبرضو عايز أقول أنه هو نفسه لما يبقى عنده معلومة أني طالما أنا ما عندش غضروف وعندي أعراض لا أنا أدور على السبب بقى عندي دكتور آخر أروحي مع تخصص ثاني أقول لا والله إذا أنا عندي هنا فعلا مشكلة أنا حاول أحل المشكلة هنا الاختناق بطال عصب ده أحاول أسلكه سواء بالحقن عن طريق حقن بساميه سوائل أو عن طريق مضادات الإلتهاب أو خلاف وبحيث أفك الضغط أو عن طريق بقى في الآخر الجراح أقول لا ده لازم جراحة لازم نفتح ونسلك العصب لأنه مخنوق في الحتة دي تمام ده كده العصب بالكاذب والعصب الحقيقي بتشخيص بينهم بالزبط كده احنا بس هنشوف الفيديو اللي بعد كده دي كده العضلة الكوميترية اليسار وكده العضلة الكوميترية اليمية شكلة شكلة بس يعني بنسمع العضلة الكوميترية عشان إلى حد ما هو هنا مطولين الصورة الصورة طويلة لا الصورة بس مطولة فكده دي العضلة الكوميترية وده ماشي تحتها حضرك هوت عرق الناس أهو وبرضو جيهنا هنقسم زي ما احنا قلنا في الصورة التانية نشغل كده الفيديو عشان نشوف بقى اللي هيحصل بص حضرتك العضرة دي بتخلي الرجل تتحرك ازاي هي وهي بتتحرك وهي مش سليمة بتعمل ايه خلت عرق الناس بقى احمر ملتهب اهو العضرة نفسها فها مشكلة فها مشكلة عشان كده عمالة تدي سواء هي بقى متهيجة عمالة القبض اوتوماتيك او فها تليف او فها تضخم في اي حاجة مشكلة من المشاكل دي فنبتدي بقى عاوزين يعني هنعمل ايه هيبتدي الالم زي عرق الناس بالزبط ده الكاذب برضو ده الكاذب برضو اهو احسنت تمام اه ده نفس الالم هيت موجودة وعمالة تعمللي الالم برضو اللي هو النومبرس اللي هو التنميل والحرقان واللاسع والواغز والكلام احنا قلنا عليه نعم طيب بتتعالج بقى ازاي العضرة الكومترية دي سريعا عشان اخر يعني بنعالجها ازاي اول حاجة احنا بشوفها بالجهاز الصنار وبنعرف طبعا من شخصها فبنبتدي ندي مخدر مش محتاجة رانين ولا حاجة يعني مش محتاجة لا هي مش محتاجة بالصنار بتتفحص وبتتبان ده بالجهاز الصنار اهو نوجهة فوق الصوتية يعني نخش بالابرة ونحقن داخل العضلة جوها العضرة نفسها نعم جوها هي شخصيا نحقن بقى ايه بمشخوف تخش في العصب بالابرة مالنشايف بعضية بالجهاز الصنار زي ما هنشوف اه هنشوف دلوقتي نشوها رب العالمين حقنت دلوقتي مضاد للالتهاب دي اول مرحلة داخل العضلة للكمترية طيب العيان المريض خلص احنا كده لحد اخر الحتة اللي فات طيب المريض حقننا مضاد للالتهاب وارتاح هنعتبر ده حقنا تشخيصي مضاد للتهاب ما بيعودش فترة طويلة قوي يمكن ست شهور مثلا ولا حاجة عايز اطول او العين ما استريحش بشكل كافي اعمل ايه هحقن بلازمة غنية بالصفائح الدموية داخل العضلة للكمترية عشان تحسن حالتها طب المرض ما استريحش احقنه بوتوكس لا نكمل بقى البوتوكس ده بقى نكمله في الحلقة اللي هي خلاص ان شاء الله ان شاء الله نحنا نعمل بوتوكس ونعمل نعمل بوتوكس ونعمل كل حاجة ان شاء الله انا باشكر عدك شكرا بنا خليك بنا خليك في الحلقة القديمة ان شاء الله مشاهدين الكرام اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جماعا ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور محمد حمادة استاذ واستشاري التخدير وعلاج الالم بالجماعة الازهر شكرا سعادتك شكرا محمد شكرا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته